مجدداً عادت مخاوف إغلاق مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة إلى الواجهة بعد خروج 14 جهازاً من أصل 30 جهازاً من أجهزة الغسيل الكلوي عن الخدمة والانقطاع التام للمحروقات والغياب الكلي لمحالي للغسيل حيث باتت كلها عوامل مؤثرة تهدد أكثر من 550 مريضاً بالموت في أي لحظة تتضاعف حالة الإهمال بالمركز الذي يضم تسعة ممرضين متعاقدين يتوزعون على أربع فترات غير أن جهدهم لا تكفي لتقديم الخدمة للحالات التي تتزايد يوماً بعد آخر المناشدات وحدها ليست كافية في ظل انتظار تفاعل مبادرات خيرية من رجال الأعمال أو المنظمات الإنسانية لذلك تكشف حالة تدهور عجز سلطة الانقلابيين في لحظة تفتقر فيها الحديدة إلى من يسهم في انتشال أحد المراكز الطبية الهم مع توقف هذه الأجهزة تتضاعف معاناة المرضى هنا في الحديدة التي تفتقر لأبسط الخدمات إذ يفارق فيها المواطن الحياة باحثاً عن علبة دواء فيما تعد المحافظة الطريق الأوسع لتدفق السلع والمواد الغذائية والدواء للبلاد كلها عبر مينائها التي تسيطر عليه ميليشيا الجماعة الانقلابية